السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا نتكلم على الحسابة الخضراء يعني الحسابة الخضراء يعني نقلل الطاقة المستهلكة من الأجهزة ومن الكمبيوترات اللي هنشغلين عليها عايزين نقلل الإشعاعات الخطيرة اللي بتخرج منها عايزين لما نرمي الكمبيوتر بعد العمر الطويل ما يبقاش ضرر على البيئة مثلنا حاجات مثلا أن وكالة فمئات البيئة الأمريكية عاملة مشروع اسمه نجمة الطاقة نرجي ستار بتلاقي العلامة دي في الكمبيوتر فهنحاول نشارك الأجهزة اللي فيها العلامة دي أو علامة مصلة ممكن تكون في دول تانية واخد العلامات بتقول إن الكمبيوتر دا بيوفر في الطاقة وما بيدرش البيئة فهنحاول نحن نحط الموضوع دوت في المعايير وحن نشاري الكمبيوتر بتاعتنا إن احنا لو احنا نقفر الكمبيوتر بحيث ان احنا نقفر الطاقة لما تسهو الشغال فده بيهلك الكمبيوتر وفي نفس الوقت بيستهلك الطاقة نحن نحن نعمل باور مانجيمنت أو دارة للطاقة طول ما هنشغلنا عليه نحن نقفره نحن نعمل الوضع اللي هو الباور سيفينج مود نحن نعمل باور مانجي من الكمبيوتر بحيث ان بعد فترة تروح الشاشة بقل فبدلا ما هو بسهل طاقة كبيرة من 55 واط تبقى لي 3 واط نحن 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 نتبعش الورق غير للضرورة القصوى نحن نتبع الورق لسبب معين نحن نعمل باور مانجي من الوضع نحن نعمل باور مانجي من الوضع والعكس الموضوع ان انت تبعت الحاجة سوفتوير اسهل كثير من ان انت استقبلها واسهل كثير من ان انت ترجحها بشتين الفيروسات فالحاجة جدا ان احنا نتبعش غير لما نتفكر تبع مرضها ينفع نتبعها او ينفع ان احنا نتبعش ولا لا ثانية حاجة الالكترونيك وست لو احنا عندنا هادر او نفايات الالكترونية لو احنا رميناها في بعض الحاجات لو انت رميتها بيتمضرر بها لمئات السنين فاحنا نفكر ازاي ان احنا ما نحطاش في النفايات وخلاص لها ممكن نعمل لها ريوز او ريسايكل او ان احنا نعمل لها تجديد نعمل لها عدد تدوير وهكذا بحس ان احنا نعيد استخدامها تاني يعني انت تكون عندك اللابتوب ومسك في غوز او بايز وشش غال ششة دي نستخدمها في مكان تاني وهكذا فدي حاول قدر امكان ان انت قبل ما تضر البيئة تفكر ان البيئة دي اعتار بيتي وبيتك وبيتنا كلنا فنحاول نحافظ عليه ما نحاول شي نستخدر نحاول قدر امكان ان احنا نفكر كذا مرة ايه اللي تصدر البيئة وايه اللي يضر البيئة على سبيل المثال مثلا الكيس البلاستيك اللي بتشيرك الحاجات كل مرة اخدت الكيس بلاستيك ورميته الكيس دي انا متلم في الزبالة بيدر الحيوانات وبيدر البيئة اللي حوالينا وبيموت حيوانات وبيتخانكو فلذلك قدر امكان حاول تستخدم اكتر مرة حاول تتاخد معك اشان انت مثلا انقماش تشبتها الحاجات بحسن انت ما تخدش الكيس البلاستيك غير مضطر ممكن تشيل حاجات في ايديك عادي من في الشهاية مشكلة خالص المهم ان ان قدر امكان نحاول نفكر في بعض اخر وهو الحفاظ على البيئة